تكلم عن قول المؤلف فهو القديم وما سواه حادث وهو الخالق وما سواه مخلوق يجب الاعتقاد أن الله وحده القديم الذي لبت داء لوجوده وأن كل ما سواه حادث فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال من الذرة إلى العرش ومن كل حركة للعباد وسكون والنوايا والخواطر هو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله لا طبيعة ولا علة بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي لقول الله تعالى وخلق كل شيء قال الإمام النسفي فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى والله تعالى أعلم وأحكم